جيمي خليني أبدأ معاكو قبل بس ما نتكلم عن اتحاد كرة القادة من توحمد أعرف رأيكم فيما حدث في مباراة سانداونز وبعد كده نتكلم شوية على القطن و بعد كده نتكلم عن اتحاد كرة القادة أكيد يا كابتون يوم بعيد تماما عن أداي نادي الأهلي يوم أكيد بعيد عن اللي كنا منتظرينه أكيد من نادي الأهلي من الفوز على سانداونز وحتى تحيي نتيجة إجابية في جنوب أفريقيا يمكن نتيجة أكيد كبيرة ولكن شايد نقف عندها كتير خلاص اللي حصل وأكيد فيه معالجة للموضوع معالجة للأمر من جانب الجهاز الفني والإدارة وأنا ما بحبش حاسب دائما بالقطع أنا دائما بحبش حاسب في نهاية الموسم بحبش أكون سريع في الحكم بتاعي ما ينفعش أن احنا نكون وكنا موجودين من شاه والأهلي متفوق في بطولة الدورة وبنتكلم وبنشيد ودلوقتي نرجع ونقطع يعني بالمعنى الحرف ممكن نقول اللعيبة ده غلط ممكن نقول الجهاز فاني ده غلط موقتي أن يحصل الهجوم بشكل كبير جدا اللعيبة أكيد فيه أخطاء كبيرة جدا إجازة فاني فيه أخطاء كبيرة لكن الجمهور ده الحق فيه أن يبقى ما يريده بزرط أكيد فيه تحمل مسؤولية كبيرة جدا للفترة دي ولابد أن اللعيبة تتحمل بقى مسؤوليتها بداية مماراتش الأطن إنه أكيد الجمهور مش متقبل أكيد أي نتيجة غير المكسف في مبارات الأطن ومبارات الهلال ما تبصش بقى جير على مبارات الأطن ما تبصش على مبارات الهلال وصندونز دلوقتي لأبص على مبارات الأطن تحيي تلات نقطة فيها مهمين بعد كده ما أنت تتفرج يوم السبت أنا بقولك يعني الكرة دايما وردة فيها النتائج ساعتها لو نتيجة غير فوز الهلال هيبع عندك فرصة في مبارات التأهل إن شاء الله في القهيرة مع الهلال بس خلينا نتكلم فيه بالجمعة الأول وكيف أستطيع النادي الآلي يا مجدي رأيك طبعا وكيف أستطيع النادي الآلي الفوز في هذه المباراة يعني أنا بتفق مع جيمي طبعا إنه كان اليوم قف طبعا وده مش 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 أساسا محل نقاش دلوقتي إنه اليوم ده ما كانش يوم النادي الأهلي بكل عضاء وفي الوقت ده بكل الناس سواء الطائم التدريبي أو الفني أو اللعيبة أنا بشوف إنه فيه مشكلة عند الراجل بس في نقطة إنه دخول المتشاط عند أهو بستر كولر إنه فيه مشكلة في دخول المتشاط اللي من هذا النوع اللي أحيانا بتكون قدام خصم هجوميا أقوى منك في الوقت الراهن ده حصل بالنسبة لي في ماتش فلمينجو حصل في ماتش ريال مدريد حصل في الماتش بتاع سانداونز إنه آه إحنا تمام وبنلعب بريتمينة وبحاول نفرض بريتمينة بس في بعض المباريات بتكون فيها بعض المحازين يعني أنا أتخيلت إن بعد 3-2 مثلا إحنا مش مطالبين نفتح الماتش خالص يعني عارف لما الماتش مرشح كان يسجل في إهدف تانية وإحنا جبنا 3-2 كنا محتاجين إحنا نلعب على الفرصة الواحدة وده مش عيب مش عيب لما تلعب في ماتش معقد وأجواء معقدة سواء مناخية أو فنية أو اليوم أوف كده إنك تقف في الماتش زي ده لأن غالبا في كرة سابتة ممكن تيجي في أي حاجة ممكن تستفيد بيها وتنتظر وتنتظر ما حصلش ما تروحش بقى للسكور اللي حصل هيا دي النقطة اللي إيه اللي رهانه دايما بيطلع غلق حصل ده في ماتش فلمينجو بعد موضوع خالد عبد الفتاح كنا مستنيين بعد طرد خالد عبد الفتاح تقفل دي فيها أكتر من كده وراجل تمام أنا فاهم إن دي من ثلاثة الهجومية اللي هو فيها وشفاهم إن ده أنا مش بحب أخلط أمرين أو أكيل بميكالين الحاجة اللي إحنا أشدنا بالراجل فيها من شهر مش هنتقده خالص لما يحصل فيها عيب تمام بس ده يعني فنيا ومش حابب كمان أسهب فنيا كتير في الماتش ده لأن اللعيبة دلوقتي اللي الناس لازم تفهموا إن اللعيبة عندها ماتشين وفرصهم بنسبة 90% لسه في إدنى مستنيين التانية تيجي من فرقة تانية أطبعا اللي هو سانداونز يقود الهلال لأي تعصر عشان يبقى الفرص كاملة في إدنى بس اللي لازم نقوله إن طبيعة الوقت ده تحتاج إن اللعيبة دي ما تسمعش كلام فني عن اللي فات أكيد جوه الغرف المغلقة اللعيبة دي شبعانة فنيا تماما انتقادات وشبعانة تماما تحليل لكل اللي حصل في الماتش ايو عم بيمسكت حتى تليفونه بيشوف الانتقادات عملة إزاي فالوقت الحالي لو إحنا فعلا فعلا لو الناس بتتكلم كوقت الأفعال مش الأقوال إن النادي هو رقم واحد فعلا يبقى أنت دلوقتي والفرقة دي لعندها حزوز وجمهور النادي الآلي دائما ما يضع النادي رقم واحد الحية لا مش بتكلم عن الجمهور فقط لغير الجمهور وكله الجمهور بس عشان ما حد أصلوا الناس بتاخد كلمنا يا أحمد جمهور برد الموضوع احنا بنتكلم على بعض أصدقائنا من الصحفيين ومن الإعلاميين ومن الحاجات الضبط اللي فعلا بجد أفعال لا أقوال فعلا عنده النادي رقم واحد فعلا هو الجمهور هو الجمهور طبعا بس اللي هيطلع يتكلم مستغل لأي ممبر دلوقتي في أنه يتناول مباراة سان داونس فنيا باستفادة يوم يعني أنا أفهم دا أنه يحصل يوم الماتش بعده بيوم بعده بيومين ولكن أنت الماتش التاني داخل الماتش التاني داخل وبتتكلم في كورس قبل كده أنت فعلا عن سؤال هي دي النقطة اللي هيبدأ عنده حزوز اللي هيبدأ عنده حزوز لحد يوم 17 اللي جاي اللي هيبدأ حزوزه في رجله ليكسب القط هيستنى حاجة تانية يوم 18 يا سيدي لما اللي هيبدأ يخرج ابتدي ساعتها انتقد وشوف المزيرة كلها ماشية بس ما تجيش قبل يوم 17 بيومين 3 وتنتقد اللي قد تفكروا بماتش تمام تناولناها فنيا بكل المناظير تم تناوله في القناة تم تناوله في كل وقت من كل المناظير فدلوقتي فعلا بيبان مين فعلا بيدعم الأهلي بيدعم النتشيرت دا والفريق دا يفضل مكمل ومين فعلا عايز يستطفل مع العكرة دلوقتي لأنه دلوقتي اللي تقايم فيه المواقف مع الاحتفاظ الكامل بحق الجمهور لا لازم أقول الكلمة دي علشان نصلاح ياخده كلام يقوله بص ساب أنا بقولك مع الاحتفاظ الجمهور بحقه في الانتقاد وحقه في نوع يفعل ما يريد وإحنا هنا إشنا جمهير قبل أي حاجة إحنا جمهير كابت الناس بما أننا نحن كجمهور طيب